السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفة نتلي وان شاء الله ستشوفوا معايا طريقة تحضير حلوة حلوة مقطنة رائعة خطيرة جدا في الماداق كنحضروها بالجزر المعسل كتجي رائعة 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 جربوها غدي تعجبكم 100% كتجي فعلا كالقطن وكنحتاجو فيها فقط 1 ملعقة من الزبدة مقونات اقتصادية موجودة في كل بيت كذلك شكل ديالها راقي وبسيط جدا كنحضروها بدون طابع وكتحضر لنا في وقت واجيز نتمنى فيديو اليومين لإعجابكم وأنكم تجربوها لأنها فعلا كتستحق تجريبة غدي نفتح معكم الآن شوفوا معايا وحدا كيفاش كتجي صدقوني راها كتجي لديدة 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 من الألد ما يكون جربوها على حسابي ونخليكم مع الفيديو على بركتي الله أولا كنحتاجو الجازر هنا يخديت حبتين من الجازر من حجم متوسط لكنزولوا لهم طبعا القشرة يعني كننطفوهم جيدا كما كتلاحظو معايا ومن بعد كنجيبو الحكاكة في الجهة اللي كتكون رقيقة جدا وكنحكو الجازر كنحكو فقط ذاك الجزء الخارجي واللب طبعا راه كنرميوه يعني كنحتاجو غير الجزء اللي كيكون خارجي من بعد كما لاحظو معايا بعد ما حكيناه كناخدو القياسات بوحد الكأس تقريبا حبتين من الجازر من حجم متوسط عطاتنا كأس واحد من الجازر كنجيبو نفس الكأس كناخدو به القياسات كنعملو كأس من السكر هاد الكأس القياس ديالو 150 ميلي لتر كنجيو على بركتي الله على نار اللي كتكون متوسطة كنبقاو نحركو حتى كيدو بلينا السكر وكيتمزج مع الجازر وكنحصلو على الجازر اللي كيكون معسل يعني كنبقاو نحركو على النار حتى كيتغير اللون ديالو وكذلك كيتبخر ذاك الماء اللي فيه كيولي على هاد الشكل كي ما كتلاحظو معايا يعني كيتعسل لنا وكيعطي في الحلوة واحد المداق جيد 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 رائع و هائل و مميز غادي هنا يا نوضعو في واحد الاناء اخر ومن بعد كنجيبو الطحانة الكهربائية اللي كتكون على هاد الشكل الى ما عندكمش ممكن تعملو الخلاط الكهربائي العادي كنتحنوه جيدا جيدا تتيولي على هاد الشكل يعني كيولي على شكل تقريبا مربا الان على بركتي الله كنضيفو حبتين من البيض اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ دائما يستحسن ومن بعد غادي نضيفو قبصة من الملح ممكن نضيفوها في الاول وكنحتاجوا الواحد الكيس ديال السكر بنكهة المظهر او لبنكهة زهرة البرتقال كيجي رائع و متواتي مع طعم ديال الجازر عدنا الزبدة استعملت هاد الزبدة اللي هي زبدة نباتية كنعملو منها ملعقة كبيرة فقط اللي كنحتاجوه من الزبدة وكنحاولو نخلطو هاد البيض مع الزبدة حتى كتنساجم شوية الزبدة مع البيض ممكن تخلطو فقط بالملعقة كما ممكن تخلطو بالخلاط اليداوي يعني كيبقى لكم الاختيار او لغ تخلط كهربائي على بركتي الله كنجيوه الان كنضيفو ذاك الجازر المعسة اللي كيكون مطحون واكد راه مطحون يعني ضروري يكون مطحون ما كيجيش ظاهر في الحلوة نهائيا يعني كيعطيه واحد الماضاق الديد وما كتعرفوش السير ديال الحلوة كنحركو جيدا هاد المكونات حتى كتنساجم مع بعضها من بعد كما قلت لكم بغيتو تعملو الخلاط اليداوي عملوه بغيتو تعملو الكهربائي انا هنا عملت الكهربائي حتى تخلطت لي كل مكونات ما بعيد عندكم مش غا تعملو غير خلاط اليداوي الان كنبدو نضيفوه في الزيت دائما كاس بقياس 150 ميليليتر وحنا كنضيفوه على شكل خيط يعني بشكل تدريجي حتى كنضيفوه بالكامل كنحتاجوه الان واحد الكاس من دقيق غادي نضيفوه ليه كيس من خميرة الحلويات البيكين باودر من وزن 8 غرام من بعد غادي نعطيكم القياس المضبوط ديال الدقيق كنضيفوه الخميرة الدقيق وغادي نحركوه مع بعضهم جيدا وقنضيفوه بالنسبة للدقيق رهم غير بالايمنخول كنضيفوه الخاليط ديالنا ديال الحلوة وغادي نضيفوه الكاس تاني على بركتي الله وقنحركوه وغادي نضيفوه الان نصف كاس يعني في المجموع كنحتاجوه ثلاثة كوؤوس ونصف الان بعد ما شكلنا الحلوة ديالنا بعد ما وجد لينا الخاليط بالنسبة للدقيق ما تعتمدوش عليه نشو مع لحظة بالنوعية ديال الدقيق اللي استعملتو كننشكلوه منهم على هاد الشكل على شكل حبة ديال التمر وكنجيبوه واحد سكين وكنضغطوه عليهم من الواسط يعني طريقة تشكيل جيد سهلة وبسيطة كنضيفوه كما لحتو معايا كنضوروهم على شكل حبة التمر وكنجيبوه السكين كنعملوه من الخلف ديالو وكنضغطوه عليهم وكنتعملوه حتى اليد ديال الملعاقة طبعا كنعملوه ليهم هاد الشكل على شكل حبة التمر تقريبا من بعد كنجي وكنوضعوه مصفحة ديال الفرن لمفروشة او لا دهونة بالزيت او لمفروشة بورق طبخ وكنتأكدو يعني تكبرو شوية الحفرة باش ما تغلقش ليكم في الفرن بنفس طريقة كنشكلوه الكيميات ثانية وكندخلوها للفرن كنعملوه النار من الاسفل درجة حرارة متوسطة حتى تتحمروه من بعد كنحمروهم من الفوق وبعد ما خرجناهم كنحتاجو الان المربا اللي كندهنوه بيهم يعني كندهنوهم بالمربا وهو مسخانين باش يتشربوا لنا ذاك المربا وكنعملوهم في جوز الهند او لا الكوك كما كتلاحظو معايا بنفس الطريقة غادي نستمرو كنخليو هذيك الحفرة اللي في الواسط نخليوها فارغة لاننا غا نملؤوها وبنفس الطريقة كنستمرو بالنسبة الكيمية ره ما شاء الله كتعطينا كيمية كبيرة وكمية وفيرة كنستمرو بنفس الطريقة حتى نكملو كل حلوة من بعدها لبركاتي الله كنحتاجو البربا او الشمندر اللي حكيناها في الحكاكة الرقيقة وكنحتاجو المربا كنسخنو المربا تنضيفو لي هاد البربا كنضيفو غير الماء ديالها فقط يعني الماء ديال الشمندر او البربا كيعطي واحد طعم يعني ره ما كيبان شو ما تيجيش ظاهر كنسخنوهم مع بعض حتى كيسخنو ومن بعد ما كيدفاو شوية كنوضعوهم في واحد الجيب حلواني وكنوضعوهم هكا ممكن توضعوهم حتى في بلاستيك غدائي وكنبدأو نفرغوهم في الواسطة ديال كل قطعة على هاد الشكل ممكن توضعوهم غير بواحد الابرة مثلا او لا ممكن توضعوهم بملعقة صغيرة لكن مغادش يجي مقاد يعني ضروري يستحسن تعملوهم في واحد البلاستيك هكا بيش تعملوهم فقط في الواسطة وذاك المربة ما كيجي حتى كيبرد حتى كيكون تماسك يعني كيتماسك لينا في الواسط ديال الحلوة وكيما لاحظتم معايا ها هو بعد ما كملناها يعني بعد ما كملنا الكيمية غدي نخلي واحدة تبرد باش تماسك لينا المربة وكيما قلت لكم هاداك المربة لي يعني ضفنا لي داك الشاماندر او العصير ديال الشاماندر غل ما ديالو راه كيجي متماسك لاننا نسخنه شوفوا ما ان شاء الله كالقطن فعلا كتجي كالقطن نتمنى فيديو اليومينا لإرجابكم ما تبخلوش عليا بآراءكم تعليقاتكم كذلك انتقاداتكم معليا الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر